كتاب مفتوح من رياليتيت إسلام إلى المجتمع الألماني أيها المواطنون الكرام نحن المسلمون في رياليتيت إسلام نوجه من خلال هذا الكتاب المفتوح صوتنا إليكم لنبين لكم لماذا يمثل ملع الحجاب الوشيك للفتيات تحت سن الأربع عشرة في ولاية شمال الرين وستفاليا مشكلة حقيقية لنا نحن المسلمين ولماذا تأييد مثل هذا القانون لا يصب في مصلحتكم في هذا المقام وقبل كل شيء يجب التنويه إلى أن الحجاب هو من الفروض القطعية في الإسلام وهذا مستنبط من عدد كبير من الأدلة الوالدة في نصوص الوحي الملزمة لنا نحن المسلمين أي الوالدة في القرآن وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك فإن عقيدتنا تمنعنا وبشكل جازب من قبول مثل هذا القانون الوشيك لمنع الحجاب أما مسألة العمر الذي يصبح فيه الحجاب ملزما لنا نحن المسلمين فينبغي عليكم فهم الآتي حسب عقيدتنا الإسلامية فإن خالقنا سوف يحاسبنا يوم القيامة على اتباعنا أو عدم اتباعنا لأوامره ونواهيه أي نثاب أم نعاقب المسلم يصبح مكلفا في الإسلام عندما يصل سن البلوغ حينها يصبح المسلم راشدا وناضجا وله حق إبرام العقود والمرأة تعتبر بالغة عند أول حيض ومن المعلوم أن معظم النساء يحضن قبل بلوغ سن الأربع عشرة وهذا يعني أن المنع سيجبر كثيرا من المسلمات على مخالفة الإسلام وارتكاب الإثم كي يستطعن الالتحاق بدروس المدرسة وهذا أمر غير قابل للنقاش بالنسبة لنا نحن المسلمون بالإضافة إلى ذلك فإن الآباء منكم يعلمون قطعا أن تربية الأطفال هي مسؤولية كبيرة وعملية تستغرق وقتا طويلة لذلك فإن تهيئة الأطفال لمرحلة البلوغ هي من واجباتنا التربوية ويدخل في ذلك بداهة أن نعود أطفالنا ومنذ الصغر على طريقة العيش الإسلامية ونحن المسلمون نسعى للأفضل لأطفالنا ونحمل همهم بكل حرص كما أنتم لأطفالكم ونظن أن بمقدوركم وضع أنفسكم مكاننا وإن أدى اختلاف عقائدنا وقناعاتنا لنتائج مختلفة منع كهذا يضع جميع الآباء المسلمين تحت الاشتباه العام ويؤدي إلى سوء الظن وكأن جميع الآباء المسلمين يكرهون بناتهم على ارتداء الحجاب وبسبب الجدال الحاصل وبغض النظر ما إذا حصل المنع أم لا فإن التشهير بالآباء قد وقع ألا ترون أن حجاب المسلمة يمكن أن يوصل رسائل مغايرة لما يقال مفادها أنا قوية وواثقة بنفسي أو أنا ملتزمة بمبادئي أي أن الحجاب حتى بالنسبة للقاصرات ليس من الضروري أن يكون مؤشرا للإضطهاد الذي يدعونه إن كانت المسألة فعلا هي حماية الأطفال من الإكراه فلماذا يراد أيضا إصدار منع للجميع أي منع حتى الأطفال الذين يودون ارتداء الحجاب وماذا تفعل بنت الثالثة عشرة والتي تصر على ارتداء الحجاب وبأي حق تمنع من ذلك وهل يتوقع أن هذه الفتاة الحزينة لن تحمل حقدا على الدولة والمجتمع هذا المنع سيولد إحباطا ويوجد أرضية للكراهية والإنعزال وهي نفس الأمور التي يدعون محاربتها الذي يشتكي بصوت عالي من التطرف عليه أن يفكر في إجراءاته وإلى أين سوف تنتهي وبالناحية الأخرى فإننا لاحظنا في أثناء حملتنا ضد منع الحجاب وللأسف أن بعض غير المسلمين ينظر لقضيتنا باعتبارها مطلبا غير مشروع وهذا الإدعاء مخالف للواقع لأن الذي نطلبه هو أن لا يؤدي الإنحراف السياسي إلى اليمين المتطرف في ألمانيا وسياسة الإدماج المغنوطة إلى رفع مستوى الهجوم علينا نحن المسلمون ليس نحن من يطالب بأمر الجديد بل الدولة هي التي تحاول تغيير المتطلبات والقواعد اللازمة لعيشنا المشترك وذلك فقط من أجل محاكاة الأجواء القومية وهاجس الخوف من الإسلام فتقوم الدولة بالمخالفة بيديهياتها مثل حرية الاعتقاد وحرية التدين وكذلك الحق الدستوري للآباء في تربية أطفالهم فالمادة السادسة من الدستور تنص بشكل واضح على أن التربية الدينية هي جزء من حق الآباء في تربية أطفالهم كما تنص على أن للآباء الحق في تنشئة أبنائهم على قناعاتهم الدينية ووجهة نظرهم عن الحياة ولهم الحق أيضا في منع تدخل أي طرف ثالث في التربية فوق ذلك فإلا للآباء وحدهم الحق المباشر في تحديد الخيارات التي تلعب دورا في بناء شخصية الطفل وأما التعلل بما يسمى البلوغ الديني في هذه المسألة هو غاية في الضعف لأن البلوغ الديني بعد سن الأربع عشرة لا يعني أكثر من أن الطفل له الحق حينها في تغيير دينه إن هذا التدخل في حق الآباء في التربية والتدخل الغير مشروع في هذه الفترة المهمة من حياة الطفل يذكرنا بتلقيل الأطفال الموجه في ظل رضام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وغيره من الأنظمة الاستبدادية فلا توجد دولة أو مدرسة خالية من وجهة نظر عن الحياة أو خالية من القيم حتى لو يحلوا للبعض وصف قيمهم بالمحايدة وذلك لإعطائها شرعية عليا إن تفكير الدولة الألمانية وبشكل جدي في مقايضة الحقوق الدستورية بالمطالب الشعوبية له هدم لمعاييرها الأساسية بينما نحن على أبواب نقض سياسي للعقد الاجتماعي يبدو الإكراه على الاعتقاد بقيم المعينة وبدستور معين ممتناقضا في ذاته إذا وجدت هذه المنهجية يوما ما طريقها إلى التطبيق السياسي وأصبح إلغاء الحقوق الأساسية بشكل تعسفي من أجل الشعوبية أمرا مألوفا ففي حينها سيعيش غير المسلمين أيضا أوقات صعبة أيها المواطنون الكرام في أي بلد تريدون العيش في المستقبل بغض النظر عننا نحن المسلمون وبعيدا عن أي لقاش قانوني فإن هذا الملع هو خطوة إضافية في سياسة إدماج قبعية تمارس منذ سنوات والتي كادت أن تمزق المجتمع إلى معسكرات بدلا من العمل على التئابه هذه الكراهية الشديدة للإسلام والتي تقاد تحت شعار محاربة الإرهاب والأصولية الإسلامية ومطالبة السياسة والإعلام بثقافة ألمانية سائدة قد جعلت وجود حزب البديل لألمانيا الفاشي أمرا ممكلا وبهذا تم استدعاء أشباح الأصبح من غير الممكن التخلص منها لقد أصبح كثير من السياسيين والصحفيين شهودا على هذا الحقد الغير معقول والمتجذر في كثير من النفوس المريضة والذي وجد متنفسا له في شبكات التواصل الاجتماعي أيها المواطنون الكرام النرويجي أندرس برايفيك قام في عام 2011 بقتل 77 إنسانا وليس 77 مسلما في مخيم للشباب تابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي النرويجي وبحسب رأي برايفيك فإنهم يستحقون الموت لأنهم عملاء في عملية أسلمة أوروبا المزعومة فإلى أين ستصل بنا الأمور؟ لقد بلغ تسمم الأجواء درجة تجعل الإنسان خائفا من التفكير فيما يمكن أن يحصل لو كان خلف أي هجوم قادم محتمل في ألمانيا إنسان مريض عقليا من أصول شرقية ولهذا لا بد وبكل قوة التوقي والتهدئة وضبط النفس وكذلك أن نتواصل مع بعضنا بدلا من التحريض وإلا فإن المستقبل ليس بالنسبة لنا وحدنا المسلمين سيكون سيئا وهنا يبرز دور السياسيين والصحفيين ممن يحمل أعباء المسؤولية والذين يؤثرون بشكل فاعل على الأجواء العامة في المجتمع نحن في رياليتات إسلام متأكدون من أنه داخل وخارج الجالية الإسلامية في ألمانيا ومن أصحاب الرأي مسلمين وغير مسلمين وكذلك من سياسيين وصحفيين ستكون هناك محاولات لزج رياليتات إسلام في بوتقة الرادكالية والأصولية أو تصوير الأمر على أنه ارتباط بالمنظمات المحظورة وأمور أخرى وكل ذلك لغاية استبعادنا من حوار المتعقل الفكري وسياسي وتصويرنا كرياليتات إسلام وغيرنا من من يقف ضد منع الحجاب على أننا ظاهرة هامشية وتحريض الدولة لدفعها للتدخل ضدنا بقوة إلى هؤلاء السادة نوجه كلمة أخيرة هنا فكروا بشكل جدي وشامل في عواقب أفكاركم وإلى أين ستؤدي بنا نحن المسلمون لا نشكل خطرا ونريد العيش مع غيرنا بسلام فنحن نلتزم بثاقا من عقيدتنا الإسلامية بالقانون والنظام الخطر الحقيقي يكمن في القصص المكذوبة والتي يتم اختلاقها من قبل المحرضين على الكراهية وبناء على ما طرحناه فإننا في هذا المقام ندعو كذلك المواطنين غير المسلمين للمشاركة القوية في طلب الالتماس ضد منع الحجاب فترسلون بذلك إشارة قوية ضد الإكراه في الاعتقاد ترجمة نانسي قنقر